بهدوء فنجان القهوة التي قيل إنها كانت رأس مال قيس سعيد في خوضه الانتخابات ولغته الفصحة المعهودة كان قراره المستند إلى دستور تونس بوجهة نظر شعب أراد ما يريد وحقق ما يجب أن يكون على أنها الخطوة الأولى في تصحيح المسار ذلك مبدأ انتفق عليه السواد الأعظم عبر منابر الإعلام من أبناء الشعب التونسي الذين خرجوا في كل مكان مطالبين بعد سنين عجاف من الجوع والخراب رغم حرارة فاقت الخمسين مئوية إلا أن حرارة صبرهم رفعت غليان صوتهم ليصبح حقا مشروعا من حقوقهم المسلوبة إذن كان صوتهم هو الفارق أما قيس سعيد الذي فتح باب الدستور منهيا أزمة كادت أن تحدث فعالها للمرة الثالثة وهي الفاصلة لأجل البلاد أصوات أخرى قال تونسيون إنها قد تكون نشازا بعيدة عن الهدف الأسمى وهو تونس الخضراء بعد أن أمس الجرداء من تحقيق الأماني والأماني كثر ينجز سعيد في مرحلة حاسمة ما يحقق نهضة تونس بمسارها الجديد الذي كان معهودا فأصبح في نظر حزب النهضة انقلابا وقد يكون في نظرهم ثورة إن كانت لهم الغلبة تلك إذن قسمة ضيزة إن لم يكن للشعب حقه المسلوب وللسياسيين دينهم وللشعب دين فإن كان دين السياسة تاركا تونس في الخراب فإن دين الشعب هو الوطن بعيشه الكريم الذي يريد في صورة مشهد جميل ينظر له العرب على وجه التحديد إلى تونس الأيقونة في ضبط موازين البلاد بعيدا عن فتنة أو دمار أو فوضى مرجحين لغة العقل لا أكثر ولا أقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر